وفي ملف سرقة القارن كشفت صحيفة ناشنال الإماراتية بنسخة الإنجليزية عن تفاصيل جديدة تتعلق بسرقة الأمانات الضريبية من مصرف الرافدين تقرير للصحيفة ذكر أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في سرقة القارن ليس لديها أدلة كافية لتوجيه الاتهام إلى الأربع المقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وأن الأدلة تشير إلى وجود أجندة سياسية لافتا إلى أنه لا يوجد حكم أو دليل بحق علي علاوي وزير المالية السابق بقضية سرقة القارن وهذا يظهر أن هناك بعض النقاط السياسية وراء هذه التحركات التي تمت ضده تقرير الصحيفة تحدث عن اتهام الفصائل الكاظمي بالتواطئ في مقتل سليمان والمهندس موضحا أن هذه المزاعم غير صحيحة وأن علي تقي المرتبط بمنظمة بدر كان هو مدير المطار أثناء حادثة مقتلهما